موسيقى تحييتنا ضيبتنا يولي خطر المشاهد والكرام أهلا مستهلا بحضراتكم معنا في مستهل هذا اللقاء الخاص الذين استضيفوا فيه السيد سيد أحمد المحمد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سنتحدث معه حول أهمية المخطط الحديث لمدينة واكشوت وما سيوفره من بيانات صحيحة ومنقحة ينتظر أن تكون سدا منيعا ضد تجاوزات التي كانت تحصل والمضاربات التي تضر بالعديد من المواطنين كما سنتطرق كذلك لوضعية الأحياء العشوائية التي ما زالت قائمة وما هي خطط الوزارة لمواجهتها والحد منها أسئلة نطرحها على السيد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الذي أرحب به ضيفا كريما في هذا اللقاء مرحبا بكم معي الوزير كما أرحب بكم أيها السيدة المشاهد والكرام في مستهل لهذا اللقاء بداية معاة الوزير أطلقتم اليوم عملية لملح قطع أرضية للحراس السابقين في بعض مناطق العاصمة كيف بدأت هذه العملية وما الذي ميزها؟ شكرا جزيلا بالبداية نشكر قناة الموريتانية على الاستضافة نطلع المشاهد على عدد من الأمور المهمة التي قاعدت تعدل الوقت الحاضر في قطاع الإسكان والعمران والصلاح الترابي العملية اللي لا نتكلم عن هارك اللي هي إيواء اللي نقال وقارد داية تفرق زينة الحراس هون اللي نقول تفرق زينة بالتعبير المحلي غير هي تضم مقاطعة لكسر ومقاطعة تفرق زينة هذه العملية خاصة بمجموعة من المواطنين قط جابتهم ظروف معينة خلاتهم يسكنوا في هذه المقاطعة وهذه المنطقة معروفة عنها من المناطق الحضرية في نواك شوط الشبه اللي فيهم فيها مستوى المعيشة مرتفع مقارنة بأجزاء العاصمة الأخرى ذوك الإخوة نحن نعتبرهم ساكنين في ظروف ماء إنسانية وإلين ما نتلافعوا القضية دار تعقب تشكل عائق كبير اجتماعي لذلك منواجبنا كسلطات على أننا نتفدأوا الأمر ونحلوا مشكلتهم لأنه مجموعة من المواطنين ساكنين في وسط ما هم قادرين يندمجوا فيه نظراً لإمكانياتهم الاقتصادية ولا نخلوهم هذه الظاربية لا هي يخلقهم لولادهم ويكبروا في نفس ذلك الظروف ولا ولا يجبروا فرصة على أنهم يترقاوه السلم الاجتماعي اللي مفروض على أنهم يحولوا يندمجوا في وسط محيط اجتماعي يعود متقارب مع مستواهم المعيشي يا أولادهم يقدوا يدخلوا في الحياة ويتنافسوا مع عقرانهم يعودوا مملي في بلايدة فيها التمدرس وفيها ظروف الحياة أفضل لأنه نعرفوا لأن حد رابي في هذه الظروف اللي نشوفهم يومياً فيها لأنه ما ليعود عند أولاده اللي عاد هو وقاع كبر في السن يقير أولاده ما ليقدوا عندهم مستقبل لأنهم ظروف اللي محيطة بهم ما تخدمهم لذا كان من واجب السلطات وكان هاجز عند الخامة رئيس الجمهورية وعطانا فيها أوامر على أن نحولهم من المنطقة التي نقص بهم منطقة أخرى يقدموا فيها اجتماعياً وعلى أن نقدموا لهم الرعاية والمساعدة اللائقة يمكن ندمجوا في الحياة مرة أخرى جديدة طبعاً هذه العملية بدأت بالأمس جنباً إلى جنباً مع عديد العمليات الأخرى اللي شارف عليها القطاع في الوقت الحالي اللي ميزها عندي حتى الآن ولو أنها مزادت في بداياتها لأنها تبارك الله ما أخلق فيها أي تشويش ولا أخلقت فيها أي مقاومة ولا أخلقت فيها أي مشكلة وتميزت بالسلم اللي تعطاوا بيها المواطنين والفرق مملية فرق الوزارة الفنية المشرفة عليها لأنهم تعاونوا كاملين وذلك طبعاً ناتج عن الإجراءات الاحترازية اللي قبلنا نحن في البداية اتصلنا بمجموعة من الإخوة اللي هم هم ممثلين هذه الجماعات وعدلنا معهم التحسيس وانقلناهم في ظروف مقبولة جدا خصى الناس اللي شافوا جاوهم باصات ينقلوا الأفراد وحدهم وجاوهم شاحنات ينقلوا متاعهم قسنا بهم منطقة إيواء في الكيلومتر 13 إلين اللي جاوهم تلقاوا لهم هم لسلطات الأخرين اللي يتعلقوا بهم قضايا أخرى تلقات لهم التأذر بالتحديد والمفوضية الأمن الغذائي وساعدوا عدلوهم ذلك المساعدات اللي يا الله يعدلوا لهم في الوقت الحالي وداروا تابعوها إن شاء الله فتنا ندار نعود ورحلنا تقريبا شي يزيد على عشرين أسرة عشرين أسرة دي كنا نقولها فيها أفراد الأسرة العيال والشاشرة وداروا تتابع العملية إن شاء الله وداروا نزيدوا وطيرة نقل هذا العوائل شار المنطقة الجديدة طبعا المنطقة اللي احنا محولين لهم في الهيرارك هي منطقة إيواء مؤقت لأن ما هامنا أن نعدلوا منهم تكتب البشري يعودوا فيه الناس جايين من نفس المحيط وعايشين في نفس الظروف لا لينحولوهم وداروا نوزعوهم على مختلف مقاطعات العاصمة الأخرين يا كيف قلت في البداية يندمشوا في نقر المجتمع يقدوا شاشرتهم مملي يعودوا في ظروف فيها الخدمات لمتاحة لغيرهم من المواطنين الساكنين في كل مقاطعات إن شاء الله نعم معي الوزير هون يتبادر سؤال يطرحه بعض المواطنين لماذا من أنت لي يمتنح قطع أرضية لهؤلاء المواطنين يمتشبههم شر مناطق تصنف على أنها ما هي غالية والله أنها بعيد شوي من مركز المدينة لماذا لا يتم منحهم قطع أرضية في بريدات أشبه منها هذا السؤال وجهي يطرحه يأثر من الناس نحن الأمور ننظر لها نظرة نظرة شمولية كيف قلت لك هو المشكلة شي أنهم هم في حي أحياء سكنية راقية ذيك الأحياء السكنية الراقية تبعا للمخططات والفلسفة الإعمار عندها طابع معماري معين وهذا السؤال فات نطرح عليها وأنا شخصيا من سلطات البلد لا تمانع على أنهم لو كانوا القطع الأرضية التي تنعطاها لهم مثلا في الفتفرق زينا عندهم قدرة مادية على أنهم يعدلوا فيها نفس النمط المعماري الذي يفتفرق زينا لا يعود في المعنى غير الإشكالية هنا عندما تعطيها لهم ليتم دائما دائرين فيها ذوك لعريشة وبرقة ذاك ما يقدي الصح أنا زرت أكثر من عشرين دولة في العالم ما أنا منذكر أني قط شفت في لي كارتيا ريزيدانسيال الدولة تقبل يعود في هذا النوع من التجمعات لأنه ما هو لا يقعب ما هو إنسان أنك تتوعب على الصباح تلحق أطفالك المدرسة بسيارة هذا الشيء هم أطفالهم يلعبوا الشارع ما عندهم حممات ما عندهم مراحيط ما هو إنسان نحن خايفين على مستقبلهم قضية ما هي قضية أنهم وحدين ينعطا لهم وحدين ما ينعطا لهم ينعطا لك بل منين اللي تعود أنت مرتاح اللي قد تعيش وتتقدم ويتقدموا أطفالك لأنهم في وسط يحتضنهم قانون يتوخضهم من الوسط الاقتصادي والاجتماعي اللي هم فيه يديرهم فهم لي يعودوا عمال عندوك الناس الأخرين نحن ما نرضاهوا ذلك لأنهم مواطنين ولأننا نعرفوا إن هذا هو المستقبل اللي تعود عواقبه واخين يعني يا الله نديركوه وقد خلقت محاولات في الماضي ومعروفة منها هاي إخبار قصرة أبو عمات وخلقت فيها مصادمات مع الشرطة وتحول التشارع لأنها تتعود ربما ما ندرست كيف هاي قال احنا بعد ما شاء الله قالنا ونيتنا صادقة ولإجراء ما نقابضين إبدا لأن نحن مهلا مستشينين مستشينين إنهم هم جزر الأغنية لا أبدا غايفين على مستقبله لأن الدولة أول مسؤولية عندها هي رعاية المجتمع رعاية المجتمع ورعاية مصالح لأكوة السبب طيب معاي الوزير ربما من هنا يقول المواطني إنهم هنا طاولهم قطع أرضية في كالمناطق لأنهم يبدوا شوي شوي يعمروها وبعدين يتموا الله يبنوا فيها وإذن يعقبوا الحكم مرحلة معينة ما فرض لهم يتموا الله في كالعري شوي لا لا ما يحتاج مثلا ما يحتاج التفكير لأنه نحن نعرف قداش يكلف البناء يفتغل أغزين هم حتى وحدين في الماضي نعطيهم قطع أرضية في مقاطعات العاصمة الأخرين ما قدوا ما قدوا ما قدوا ما قدوا ما قدوا يعمروها ما هم هذا هذا نعرف الأرقام ونعرف هما دخلهم شنه ما غالبا النساء يعودوا عاملات منازل الأباء يعودوا حراء معنا بالكاد يعني حصلوا حياتهم اليومية والهدف كيف قلت لك ما هو ما هو حتى إلى سكنه ليتبقى عباء المدرسة يعني ليستفدرك ما زالت ظاهرة المدارس خصوصية خصوصا الحياة الراقية مكلفة جدا ما هو مثلا ما هو ما هو بسيط بالطريقة اللي يتخيلها البعض خالقين واحدين يقد يعودوا مثلا يختاروا ويعدلهم إياك يبيعوا القطاع الأرضية يقال الهدف ما هو ما هو هدف اقتصالي لأنه يبيع القطاع الأرضية يعني يعود ما هو مؤهل دار توقض عليه الفضاء ما اللي يرجع نفس الدائرة الفقر أشبه وذا هو هو التجربة احنا كاملين وطروا ذرك وذا كاملين ربينا ظروف نتعود ما يبعد من ظروفهم هما يقال لأننا كنا في حاضنة اجتماعية تشجع التنافس بين الأطفال وذاك النوع وياسر من الناس اللي يطلع به لسانسير سوسيال ويتقدم ويعيش حياة أفضل ها هو هاي الطريقة اللي يقال صحيح وبالمناسبة هون نختار نختار نطمئن هما هما تبارك الله دارود وشافوا الطريقة اللي يعامدوا بهم عندنا عندنا توصية خاصة من فخامة رئيس الجمهوري يعني مانا بيخلوهم شي يا غير ذا كامل مملي لأننا نحن نعرف للأسف بعض تصرفات مواطنينا لأنهم ناس كاملين نشوروها فيها منفعي يخلق في الاحتيار نحن حذرين جدا وأنه ذوك الناس نحن مسجلين مسجلين أرقام قطاقات تعريفهم مسجلين أرقام هواتفهم لأننا لنقبلهم واحدين ثانين جاء ركبوا الموجة بيخشوا فيها كيف كل مرة يخلق درمست نتكلم عن هذا الموضوع بقفاضة طيب إذن تم حصر هؤلاء وعرفتوا عددهم وبالتالي لا مجال لماذا ذكرتموه الآن ولا مجال لأننا عقبت مجموعة والله الناس يقولوا لأنهم ما نحصاها والله ما أشملتهم العملية إذن فهم يعني دراسة متأنية للموضوع اللي بدأتوا اللي بدأتوها وبالتالي لا يتم ترد كيف شفناها هاليوم منضبطة ومن ساب ذلك ما نرجو لأن امتداء من غد وبعض غد درجي وسطول متكاملة من السيارة درمال عندنا تقريبا 12 شاحنة امتداء من بعض غد إن شاء الله ياكاش ياك نقدو نسير العملية بسرعة لأن نعمل العمليات من يبدو واحد لا بدأ وفيه بسرعة ياك يتم يتم حافع لأنه ما يدخلوه أمور ثانية هما نقدم ما اللي نأكد عليها الاجتماع اللي عندها متباركة تحينوا حالا عندوك الناس اللي لا يمشوا يقعدوا في بلايداتهم يداروا يجبروا مؤازرة معاونة يدار تمشي معهم لعدة أشهر لن يفوتوا يمشوا حالهم وعلى أن ذاك كامل اللي شايفين نحن لأنه ضروري من الدعم الاقتصادي والاجتماعي دار يعدلهم هنا عندنا اثنين قاعدة بيانات واحدة قاعدة بيانات قديمة للناس اللي قطوا استفادوا من العمليات الماضية وحيّلنا هذا يعني أن بشكل تقريبي نعرف العدد وغير مملي عندنا الإمكانية حسب بالتكنولوجيا على أن نعدل تقاطع للأفراد الأسرة يجب أن نعرف واحد نقدروا نعرف حد جزارك اليوم والله يجبرناه نقدروا نعرف كان والد وقد استفاد والله والد عن طريق الرقم الوطني ذاك بايتين ويتكرر لأنه رقم الوطني كيفية لأنه يدقق به ذاك كامل إن شاء الله طيب معاي الوزير حدث آخر هو قضية المخطط الحديث في مدينة موكشوت شن هي أهمية المخطط اللي له ذاك المخطط ما الذي هو زاده مهم جدا وهم للدقع كامل لواحد اللي ينفيه في الوسط الحضري لأن المخطط ما هدفه فقط على ما يحرك لأنه يعطي صورة شاملة عن المدينة المعنية باك المخطط يخلي السلطات المعنية تود عندها إحصائيات دقيقة يخليها تجمع فيه البيانات بسرعة يخليها يتعدل شيء نقال للاستشراف نعرف المدينة في عشر سنين شلي يخلق فيها منذرا كان اللي يتم فيها مساحات اللي لا بد تم موجودة البناء منذرا كثافة البناء شل هما حدود المدينة يكن دائما مواكبين هذا مشروع طموح هو من المشاريع اللي عند رخامة رئيس الجمهورية بالمناسبة النتيجة اللي فيها اليوم نتيجة العقد تعاون وقعت القوات مسلحة حينما كان رئيس الجمهور رئيس رئيس جمهور قائد القوة قائد لعلى القوة حينما كان وقعوا مع مجارة الإسكان لأن الجيش عندهم شمال الأمور لا بد لهم منها يقير عقبونين شاهوا هميتها قاموا وسعوا هياك استفاد منها القطاعات المدنية هو عبارة عن قاعدة بيانات شاملة تشمل جميع نواحي مدينة مواكشوت أعطاتنا إحصائيات أولية على أن نعرف مدينة تقريبا 500 ألف قطعة سكنية حاليا فيها درعود حوالي 300 ألف ظهروا في المخاطط بشكل نهاي فيها حوالي درعود تقريبا 80 ألف فيهم شوية مشاكل يالله يسوى نقولهم كدفية معلان مدينة عليهم كد بالإضافة على هذه الرواية المشهورة عند هنواكشوت يقولهم لكون سياران اللي هما قطاعات ريفية أصلا كانت معطية الأهداف تعلق بالزراعة عقبوه لها حول وهل شي واخر يقير ما زال عندهم مشاكل في الخبار الملكية ما سووا مشاكل لهم بعد قطاع الإسكان لأن نعود ونعرف خريطة مدينة وشوط هو عبارة عن خريطة كبيرة ما هي خريطة ورقية نظام فيه إحداثيات نقال باللغة الفرنسية سيستم جواري الفرنسية ودرك بدأنا فيه يامس بدأ السحب فيه يامس وصادق عليه مجلس وزراء اللي دار عدله للتسابيع على ربا يقال ما تكرم ضبط بعض الأمور الغنية وفات اللي يامس بدأنا السحب يامس يتقدم شخص يدار يسحب مخطط قطعة الأرضية له يجيب بطاقة التعريق ويجيب البيانات اللي في البيانات مباشرة يدخل ينعت الجهاز على الشاشة مخطط القطعة الأرضية فيها مساحتها وفي إحداثياتها بدون تدخل بشري مساحتها وفي إحداثياتها وفيها شي ينقل كود بار ذلك الكود بار إنه تقبل أي تلفون فيها جهاز يقرأ أو أي جهاز يقرأ الكود بار ينعط لك رقم استدلالي في الكود بار معناها أنها وثيقة حقيقية بينما يتم تقليده والله ما يعود في الكود بار ما يعود موجود بالإضافة لذلك ذلك ذكرنا المميزات هو فيه الأمان في عناصر الأمان لأنه مشابه لذلك معدل في بطاقة التعريف الوطنية فيه ياسر ما يجد أثر عليهم من الخارج لأنه عبارة عن لغاريتمات معدلين هم اللي جيروا للسيستم لين تسحب اليوم مخطط قطع أرضية لك يبقى تاريخ العملية يبقى تاريخ الفلاني فلان ورقم بطاقة الوطنية كذا نسحب له مخطط القطع الأرضية الواقعة في الحي كذا في التاريخ الفلاني كذا وكذا معناها هذا معدل لأنه تسجيل الأحداث لأنه حتى لو عدل حد قد يعدل الرواية من ورانا نقدرون ينفطنونها نرجعون ونعرفوا هو منه عرضوا المتدخل والساعة الفلانية اللي يعدل فيها هذا من ناحية الأمان الناحية الثانية هو المخططات اللي كانت موجودة اللي ياسر منها معدل بشكل بداية وقادية تم جمعها كامل لأنه مؤكد من مصادرها وعدلت عليها صورة من مدينة الموكشوط صورة فوتوغرافية و سيبوربوزات فوقها أنا كنين تشوف تشوف في الدشرة تعرفها تعرف الشوارع تعرف تشوف الساحات العموية فيه من الميزات الأخرى عنك نين يعود في هذا المخطط هذه اللي يلاصم الساحة العموية نين تشوف الصبح لا تحول القطعة السكنية لا يقبل ها الجهاز لأن فيه لغاريتما تحدد ما هي الساحة العموية و ما هي القطعة الأرضية الشارع نفس الشيء ليهم لا يقبل الجهاز وهكذا يعني هو مقدمة لذي ينقال له لذي ينقال له مثلا السجل العقاري و مقدمة له اللي يقبلوه في زارة المالية ويعطلوا عليه السجل العقاري يعود كل حد عنده قطعة أرضية عليها سمو فرتشيل ما محتاج للتواق عليها سمو عليها بيانات وتاريخ لاكت ومعرف انها لفلان ذاك ليس هل هذا نعمل إذن طبعا هذا المخطط له يقف وجه مشكلة مالعة كانت يعاني منها سوكام مدينة نواكشوت وهي تعدد الملكية وهذا مشكل كان كبير السبب يأثر من المشاكل بين المواطنين هذا حتما ما ترى كل المصطلحات اللي يعرفوه الاتراب دوب الأمبل وشوفو شما موفيز امبلانتاشون شما عرش كل المصطلحات اللي يعرفوه الاتراب حافظ لاني جسان تولي كان واحد يعدل كردان يزرق اليوم يعدل واحدة ذان ذا هو اللي كان يعدل في المخططات كان كل حد عنده مخططات وراب هو وطاوي من عد اللي يبقي وإي وقت يقدي يغير هون وزيد هون لك مات لموجه لانه ما تلي صح ما تلي الجهة هالي المنظومة اللي ما تلي تقبل له دور بطاقة تعريف لأبدال قسط حالي المدني حتى حالا نتو الدار مخطط لأبدال قسط حالي المدني لانه كان يجبر واحدين أعوان وفي ذات الإسكان ولا واحدين متقاعدين يجبروهم يسمع بيقول لهم لتوبوغراف يمشي بي يسبي خلو ويعدل لبلا لذا ما تلي صح في مدينة نواك شوط حالي لانه كامل الفضاء الحيز المعماري اللي فيها كامل داخل داخل المخطط اسمعتكم قبل قدتوا لأنه فهم بلايدات فيها ما فيها أي بلايدة بقات اللي بقى لا تفسير الناس لأنهم ما يعرضوا الأمور وبقى هذا اللي هم كود لأن خالق الشي قال لهم المخططات البحلية فيهم شي جاي من الإدارة الإقليمية يقال ما قدينا نجبره شي نعتمد عليه لكن ندمجه في المغرب أنا ما قدوا نديره شي ما عنده أساس ذيقة لما قل ينطيناهم شي ما أقول لهم الله ما نمت يقال بسيط يراجعوا مصالح وزارة المالية لانتكتب لنحن مثلا القطع الأرضية رغم كذا وكذا الهلان الهلان ينظهر هال على الابلان ما نحاول الأمور كاملة ننتعو الجديدة لابدالها من فترة تجربة واحدين يقولوا لماذا لا ينتشر للبلان طلعها ما هو ورقة طلعها قاعدة بيانات فيها كم مهول من البيانات الغيلة يقول اللي نعدله في الوقت المقبل لأن النظام ما زال خاضع للتجربة ونتأكدوا لأنه ما فيه أي مشكلة نضروا نفتحو نافذة منه على موقع الوزارة يقعد أي مواطن أي حد عنده انترنت يقعد يدير اللينك بتاع هذا ويخرصه يخرصه غير فيزياليزاز ما يقدر يغير فيه ولا يقدر يسحبه عقب ذلك المملي لنديره فيه توقيع والختم الإلكتروني ويقعد نين يصحب لك لابد تجي المدير وسيني لك يقبل وقت يقعد عليه توقيع وختم الإلكتروني يصحب لك أيام تماشي ما تقعد فيه مشكلة هو ما هو مهم فقط الوزارة الإسكان مهم الوزارة النقل اللي عدلوا الطرق يقعد عندهم ما تلاوي يرجعون نحن بإمكانهم صورة من المدينة مهم الشركات الاتصالات اللي عدلوا لاريزو مهم الشركة الوطنية المالية عدل لاريزو مهم الشركة الوطنية الكهرباء أي متدخل في مدينة نواكشوت مهم له وحد كامل جانا من المصالح كاملين داروا نعدلوه للاكسة قلت شوفه للاكسة عندي داروا نعدلوه الوزارة المالية قريبا والمصالح الأخرى الفنية اللي شغلتها تحتاج داروا نعدلوه للاكسة قلت شوفه شوفه وشوفه طبعا وزارة المالية داروا عنده نفس البطلان اللي عمنا نحن لأنه هو اللي يعدل المنح يعقود يعرف على أي أساس ليعدل المنح يقعد يراعي يعرف مدينة نعكشوط يراعي فين إذن ضبط متكامل لهذه المدينة من خلال هذا المخطط وبالتالي كثير من المضاربات اللي كانت تخريب والكثير من الأمور اللي ما تخضع على أي منطق يسوه وشنوه هاي اختفت نهائيا تأكدوها ليه هون أنا نقول يا غير الناس ما هم ليه يتأكدوا من هاي يكون يخشوا يعيشوا الوضع هو نفس المثال اللي نقدر نعطيك دايما هو نظام الحالة المدنية وهو اللي فهمت الناس عنه ما هو مخترق وعنه آمن وخارج حد الله حد يقيس الحالة المدنية هو مالي زاد خارج حد الله حد يقيس وزارة الإسكان ومصلحة خدمات ما فيه أي مشكلة إن شاء الله يا الله يفهموا المواطنين هذا كامل وحدين يشكونوا تضييق لنا طبعا نقدروا الوحدين الفوضى يستفادوا منها وحدين ذلك ما عتنا قابل لأن فيه قانون البلد عندها قانون تطبيق القانون نحن هم المسؤولين عنه نحن طبعا يضروا منه يضروا منه وحدين يا غير مملي نحن في القرن الواحد وعشرين ما زلنا من دول قلائل اللي ما زال الفرنسية فيها ما زالوا جالة في الطريقة عندنا نظرة هو القطاع أخطار اللي يجبار يعود الشخص اللي مسؤول عن تسيره وما عنده نظرة أول شنين لأنه يجي هذا القطاع القطاع معين يدفلوب بنظرة شمولية عمومية ذلك القطاع يعود يعرف هدافه يعرف الوسائل اللي يعدلهم بهم وتم وعدهم دار يجبار عراقيل يجي قدام عراقيل يحوش يهوم يتقدم لأنه أول واحد من العراقيل يجي قدام ويوقف ما هو ليه يجيدي تقدم هذا طبعا لابدالهم نصبر مذابرة لابدالهم الثقة للنفس لابدالهم من حد مملي يعود عليه المسؤول يحسن ومتبارك يقدم شي الوطن تقدام الأمور ما هو بالكلام الكلام بسيط النقد بسيط ما في شي هون من القير الموضوع يتقتضي على أنه ملي الناس يعرفهم على أنه الناس اللي في الشأن العام على أنهم عناوا على أنهم قراوه مزاد على أنهم ضحا من أجل البلد وعلى أنهم مؤمنين بيه ويختار ويشوفوا اليوم سابق الصبح عود أحسن من هذا وعلى أنهم منظومة كاملة متكاملة رأسها رئيس الجمهورية يعطي التعليمات ويا الله يعدله ما هو لأنه فقط هو أعطاه لكن مملي يعد في محاضر البعد الوطني نحن نقدمه نية صادقة لابد طيب ربما يقول البعض بأن المشكل ليس هو أن تتم القيام بهذه المشاريع الكبرى واللي مهمة طبعا للبلد بشكل عام لكن دائما هذه المشاريع ربما يتم الإخلال بها من طرف القائمين عليها هذا دائما يطرح كيف تردون على من يقول ذلك لا هذا وارد لأنه بشكل عام وانا شفت العمل البشري هذا حد هام يعود على أنه تام بارفة أنه يعود مسلم لأنه طبيعة البشر هكذا لسنا جميعا على نفس المستوى من المسؤولية لمو الله فينا عدله أخطاء يقير شنه المقابل عدله عدله أخطاء يعاقب لا يجد حد يعود إدار مجتمع من الملايكة ما يعد الأخطاء هذاك مو خالي مو حق كلما كانت منظومة أكثر أمانة يعود تدخل العنصة البشري فيها تقول إلى أقصى حد ممكن هون يقل عليك هذاك النوع من المشاكل وهذا هو اللي كنت تتكلم عن لأنك المثال البسيط عنك يجيب لي برمي لين خرص مقاطعة التفراغ زينا رقم القطعة الف ندخل هذا في الكمبيوتر يعرض مخطط القطعة مع مساحتها لأنه لا يحد ثاني يزيد المساحة يحول هذا من بلايدة لبلايدة حال المارك ساب هذا يعدل يعدل التروام مع الناس في الواتات يقعدوا كارت غريز مروام على الواتات كان يعدل نفس الشيء واحد يقعد عنده بلايدة في أفنور يديره الصحراء كان كل شيء صح وطوب لأنه لم يكن شيء محكوم بلايد كانوا واحدين تجبرهم عن تبير محقيقيات واحدين عندهم حتى وقيل قاعد تيتر فرانسيا ما محقيقي عندنا هدفين عندنا ذو القطاعات اللي هما ذا اللي يتعلق من الإسكان بهذه رواية ذا وذا اللي يتعلق من المالية بهذه رواية همنا نفصلهم جزء يعود يعتمد على التكنولوجيا تماشي القدام ومرحلة أخرى خلوهن صح فيها الاختلالات اختلالات الماضي هاي اللي ينقل اللي باسيف هذا قطعا نتلاقي أنا فيه وزير المالية لنحييه من هون لأنه عملنا فيه تداخل كبير نحن مبين نسجام كبير والأوامر اللي عندنا على نشتقل على هاي المواضيع على هاي المواضيع يقدون الحل حلو المشاكل اللي فيها ومشاكل كبيرة مملي الناس ما تتخيلها مشاكل كبيرة اليوم جاني حده المكتب كان واخو جاي من تحت قال لي تم عندكم مظاهرة قلت له ماني علم بيل كنت كان في مظاهرة يعلموني بيل جماعهم لين فاتوا ومشي سوول قالوا لا الناس كانت جاي تسحب الابطلان هون مملي هون انتهز الفرصة عن نقول للناس الابطلان ما هو رواية تغرق ما تغرق ما في داعي ان تخلق عليها زحم وحد ما جاء اليوم يجسر الجناد الابطلان يتم اللي موجود لان هي مكينة وتسحب مجرد يتقل توقع خالقين تم اللي اندار وتسحب ما فهم داعي انهم يعدلوا زحم الحق لان ما نقول يكون الحق لان احنا غالط من هون الوطن ما هو مجال للمغالطة ذاك يالله اختار الناس عائل وزير ما في امكانية لعود يتم سحب ما هو موقع الوزارة ياك ما يخرج الاجتظار لا انا ما انا من الناس اللي اللي زين عندهم تداول الاوراق الوذايق الرسمية في الشارع ما نبقي ما هي مسألة ايجابية وذايق الرسمية تنقبل من بلدات الرسمية ويقبلها لا حد عنده فيها حاجة تدير المخططة كل حد يسحب ويعدلوا بها روايات ثانية احنا ما نعلم به ويعود الهيستوريك مات لعندنا اي سحب يبقى عندنا الهيستوريك في السيرفر ما يزينا عندي حتى شو من الوقات علينا نشوف رسائل عليهم رأسيات ويزارات على فيسبوك ما نستساغ ما يزينا عندي الوثائق الرسمية تتداول في نقر الادمستراسيو فاك هو اللي صالح اقصد انها تعود طبعا تابعة الوزارة غير نقاط تابعة الوزارة وعرف هل هيشي وبالتالي عد المواطن ما هم ارتبط بمقر الوزارة نفسه هل هو كان قصدي بسؤال لا سنتراليزو شوي في نقر الخطة اللي عندنا ندارو اللي هيخلق قدر من لا مركزية في النوع من الأمور كيف قلت قبيل عند السيستم ما زال حديث وتحت التجربة نختارون خلوه فترانين يرودي حتى نعودوا متأكدين لأنه ما فهم يقدر اللي هيخلق فيه خطأ والله خلال والله بالاستخدام يحسون فيه ثقرة والله شي تؤمن لابد بحانوا شوي نفوت لأمور ذا هو البية ما وافقت على التوقيع والختم الإلكتروني بليلحاني شوي نتأكدوا على السيستم ما فيه ثقرة والله شي لأكو اللي يتواسن بالعجل ما لأمور ما يعجل حد عن يعد اللواية مضبوطة لأكو اللي أكو اللي طيب مع الوزير فيما يتعلق بعملية بدأتوها وهي استرجاع الساحات العمومية طبعا شنال ربما يتساءل بعض عن المعايير وربما يتظلم البعض بأنه يقد يعود تم الشطط في حقه شنهر ردودكم وليه طيب بملي احنا فاتحين عدة جبهات لأنه مضطرين لأنه مستعجلين ونوفو عنا لأمور بالعجلة لأنه ياسر منها وياسر من الوقت واعتقد حان حان الوقت لأنه نتخطى وش من روايات البدائية إياك لأنه كيف قلت هو البطن لا يبنوه لا سواعد المواطنين سواعد المواطنين وعلى أن الناس تعود عندها الاندفاع وعلى أن الأمور تضغير ما هو بالكلام أبدا الكلام ما يجيب نتيجة هذي ذلك الوالدة هم ولي اللام أنه أهمت عندنا أن يتغير الوجه الحضري المدينة شوط اللي فيها عدة اختلالات فتكلمت عنها مرات هون ما هو قضية معايير ولا هو قضية أم المواطنين ياسر منهم يبقي لا ذاك اللي يلاحق أخلاقه هو أنه يعدل له ذاك اللي دار هو يعود كين نمت مونك والله يقول لا ذاك مطاب لا هون ما هو قضية مونك ولا هون المرجعية في القانون القانون في القانون مدونة الإسكان فم حالتين نوعين من الهدم يجد يعدلهم وزير المكلف بالإسكان خارج هدم مباشر ما ما يمسو الحق يقول ها يدق دق 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 كين حد باني في الشارع حد باني في الساحات عمومية حد باني في بليدة ما 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 فات الدولة علنتها لأنها صالحة للبناء والله والله عنده مبناء يهدد وسلامة الناس اللي تجيه والله الناس اللي تردع لي هاو على طول قد نقولهم يقلعوهم يقلعوهم خالق الصشهاني اللي خارج هاو النقاط اللي قد محتاج أذنة من القاطي قايله ياك ناس تفهم أنا ماي قضية مزاج و احنا بدأنا هاي العملية لأن لين نشوفه المخطط اليوم عندي هون فيه مستشفى عندي في المخطط فيه مستشفى خلاتوا الدولة صلا لأي ابناء فيه مستشفى عندي هون مدرس عندي هون السوق لين نمشي على أرض الواقع رفين دار فأنا نختار نعرف لاش 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 لابن بنا دار ولا بنا مدرس نعدلنا مقاطعة الكسار هون لين نرد على رواية تردت وقالوا فيه الناس ياسر من الشاعر وعلمنا على مباني بالمناسبة ذاك التعليم منصوص عليه المرسوم منصوص عليه عنه انذار ما أنا أنا قليتو دقدق أبدا فالانذار تتوجه شار السلطة المعنية المختصة وتجيب لها طريقة اللي قديت أنت تبنيه ما عندك وثائق عندك كذا والله زاد قاضر يعني نحن مولي نعرف الطريقة لنتعامل معاك لأنني قلت من أنواع الهدم مني تعود اللي جيت للدم العام وقذرت فيه ما هو مخاصص البنائي بنيت فتراء بمدة بنيت فتراء عدد لك الهدم مباشرة نحن تعود رواي آخر محتاج من القاضي نطلب من القاضي لأنه البنائي لا بد تهدم لا بد يجاوب نعود من يقابل نعود كوفير كامل لأن هذه مبتلكات الناس معهم يأثر من الناس مصور أن السلطة هتوه لا يقع حد يعدل ويعدل 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 مؤسس قانوني هذه هي السلطة الحقيقية بدأنا في الاكسر عدلنا جرد جميع المخالفات اللي موجودة عندنا ملفات لأننا نشتغلوا على عدة أمور تسلسلها مع تسلسل الدسيلة مع الناس سريعين جدا ذوك الملفات كاملة يدر ليه خرصوا لأنهم قالوا هذا ما عندهم مشكل هذا باني تراب ما عندهم هذا تراب هذا باني في ساحة أممية وفهم اللجنة مملي معنا احنا ممي مزار لجنة متعددة القطاعات اشتغل معنا وفيها دومين وفيها سبحان معي الوزير ذاك ما عنده مشكلة كيف هذا وعنده خرصوا نجبروه ابنا عنده وذايق ملكية صالحة 100% عنده مشكلة فتي الدولة هذه ما ما يواليدة اللحوة القطاعات المعنية تاتو جاي الدولة ما يواليدة اللحوة وكيف تنقوله على الإدارة لانها استمرارية لين يعود مواطن تقدم السلطة معتراه بها وعطاته فضروه معينة وثائق ملكية ما هو المواطن يدفع الثمن انا ما نقبل دايما نعود منحزز بالمواطن ما ندفع الثمن ابدا لانه ما ابتز ما 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 وقابله بطريقة إدارية صحيحة قال شوف فيه والهدم ما هو قاع بالنسبة لي أنا ولو إن القانون سامح لي ما قط عدلت حالة هدم يكون في الظروف الثانية اللي خارج عن يطال الهدم ما هو الحد بدل منحزز صادروها بدل ما نهز مصادروها نخلوها تستخدم في الشيء العام نديروا في المكاتب نديروا ابن عمارة هو معي صالحة طراب ما يلو أسكى ما شبه لي صادر للعمارة قاعوا تعود للدولة والله مبيع هلله عدل أي شي ما هدم وآخر الحلول بالنسبة لي غير بعد ذوك الملفات كامل يقبان دار يندرس وذاك اللي يقرار بهم يعلن الملي يندر على صفحة الوزار يندر اللي يندر يندر عليها غرام يندر عليها صادر حسب ويندر ويعدل الملي لا بالإجراءات القانونية يعني يعود المنازل ينهدون لأن نكتب القاضي يكتب لوزير الإسكان على نحن ندر ويزال ذاك شي غير هذا ما هو ما يعدل على الطريقة أجلانة وسريعة يعني بعيد من يتخيل يتخيل للناس دائما نسمع واحدين يقولون ذاك بيلي فيه واحدين أغنية لا آخر شي نفكر فيه مولا الدارمن ما يعني فيه شي ما ينبين معها قضي يعني يعني البنيان النفس هو الذي يطبق عليه القانون كانوا لهذا كانوا ما هو مهم عندي أبدا خرصوا ولو داخل من المعايير و لارك في تفرق زينا بدأنا فيها مولي فتعلم عليش من البنيان و دائما نطيح هون الحيوط الكبار هون مناطق ما هي مخطة لأنهم هلهم يقتدعوا على الدم العام ويقلعهم 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 وهون نختار منبه على رواية مهمة عنه ذا الي ياسر من الذي ينقال مخيلة المواطن ما في أي شي صالح تعدل الحكومة ويقلعهم 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 صالح ويقلعهم أبدا والله هذا الفلان يقلعهم أبدا ما في هذا ما هو موجود هون أنا مسؤول عن الكلام الذي يقول عنه ما قط توجيه ضد مصلحة الوطن من أعلى هرم في السلطة التمهي دي هو رئيس الجمهور بالعكس دائما يقول يقلع لله شي صالح نقول ها مسجل هذا ونختار حد يثبت لي عكسه في يوم الأيام في المستقبل يسو غير لأن الحقيقة لا بد تنقل وتو ما أول شي ثاني بعض الوزير فيما يتعلق بالعملية اللي قائمة بها ما فم تعويض للبعض الهدم يعني الاخلاق نعم الناس اللي نهدم أمكينتها لا حتى الآن ما تنهدم نش نحن نارك في تفرق زينا ودخلت علينا هذه قضية الحراس لأن عدد الموظفين عندنا ما هو لاحق الذكام لين قدموا هذه العملية شوي شوي لين تفوت التيام ربعة نعاقبونا السحب جزء من الفريق اللي كان داخل خلاء الساحات عمومية يرجع العمل في أيام يمشي هذا كم التوازي طيب تعتقدوا أن العملية تستمر كم هي قاش نين نتخرص من ناحية العملية هي جزء من العمل المستمر للي قالوا الرقابة الحضرية اللي عندنا مفروض يعود هذا العمل كان مستمر وكان اللي كان مستمر في الماضي لما نعود وقاعد في درجة من الفوضوية غير الرقابة الحضرية وعدلت بداية 2020 وعدلت وهم هما اللي مشريفين على هذا ولا يلي توفق داري دائما يتم فيه مباني مخالفة وكل شي يغير بعد نحن نقدم المقاطعات كامل بشكل منطل بالإضافة لعمل هم اليومي بإن عينا مرة نجبروا بلاغات مثلا واحدين متباركين يبنوا كذا والله تشوفوهم هما بالصدفة لعندهم سيارات دائما تتحرك ولو عددها قليل بالنسبة العاصمة وغير بعد ما معنى انه احنا مقصرين والله معزوز عن هذا شي غير اللي يعرف إمكانيات ويمشي الله علي قد يعقب يتقدم شوي مع الزمن يعقب يسع اللي معدل دار دار اللي تم امذاذنا قريبا ومال اللي يتعاوننا في عمليات الرقاب وذي شدات وفرقة كبيرة هكدار يعاوننا وهو الاخلائي اللي يعدلوا الحراس دار هما جندرمار يتم يعدلوا باتروي هاو لزون يقع ما يرجع هذا يتم لان ينشوف شي ما زال فرد فردين يقلعوهم باستمرار ها ما كيف قلت قبل ياسر من الناس انه ينشوف الدولة لا يطبغ القانون يقول هاو لا يضيقوا على المواطنين لا هو حرية المواطنين دون القانون يقولوه الاشخاص اللي يستفادوا من الفراغ القانون تم يعدلهم هم يستفادوا ذا الشيء غالنين ينقفل عنهم يقولون هم ضيق عليه لا الحرية دون القانون داخل القانون اللي انتوقعوا عنه ماتات الحرية فقط ربما الهاجس عند البعض هو ما ذكرت من يقلوا طبق القانون على شون الناس وشون الناس ما يطبق عليه هات كيف كنتوا ليلة حاسمين في الموضوع ما لا يخلق منه شي نهائي لا شفت هو ليلة كامل كيف قلت في البداية عن الانسان هام ويطلب من البشر عنه عدو ملايكة يعود هو راسه ما هو سوي دايما تخلق حالات يا غير ما هو بالضرورة على الموافقين عليها نحن الشيوخ نقدوا وحدين يطكبوا أغلاط اللي نقدوا نأكدوا عليها لأن نفطنوا لهم داروا نعاقبوا يا غير نقدوا مرات يسلكوا بروية ما هو من هي على أن يعدل الشخص طيب مع الوزير اللي يتسترجع الساحات العامة شنو تخمامكم في الساحات اللي يتسترجع مدراه متنفس المواطنين وياك تعد العملية أتت أكلها لا طبعا هو في المدينة عندها عدة مرتكزات عندها الفضاء العمومي اللي هما الساحات وعندها التشجير وعندها الكذاقة هذا نتكلم على مدينة كمدينة مدينة 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 منطقة الشاطئية صحراوية فيها بعض تربة عاملة التربة يأثر على المباني الناس اللي يبنوا في السبخة ما مفروض كان يبنوا فيها الناس اللي من اللي قللين في نواق الشرط كيف نحن هذا نعرف أن المدينة كانت وافية عند المستشفى الوطني ما كان تمشي هناك لكن ما كان عشوائي كان مقصود لأن وراه السبخة من مسؤولية الدولة لنها لا تخلي مواطني فرطهم ومتلك ونحن نشتغل عليهم مهم عندنا وهاجز دارت عدوا شوفوا قبل أهل التيام والله ربعة ما تتعرف بالضبط داروا الوطني أسبوع واخرنا بيان لنجبرنا معلومات على الناس متباركين يتبايعوا هنا لكونسيسيون إيران اللي نحن ما نمعترف في المملكية فانذرناهم إياك ما يدوروا فضلطهم في شي لا يخلقوا كيف اللي يخلقوا بوش يالله سلطة تحذر معناها هذه المدينة اللي في هذه الظروف اللي قلت قبي فاصل على من يعود فيها الساحات العمومية فاصل يعود فيها مساحات خضرة فاصل انها تعود كذابتها عالية يقل تأثرها بالرياح لأن الرياح اللي محملة بالتريب هم حصيات الرمل اللي يخبطوا المباني دائما يضعفوه كل ما كانت يقلل من سرعة الرياح فيها عملية ميكانيكية فيزيائية الناس تفهمها معناها الساحات اللي أود منها لأنها متنفس المدينة كل ما كانت تفهم إمكانية تعمير هذه الساحات مثل تندار فيها الخضرة وتهيئة تتواسك الساحات ثانتين الكبرات اللي بتباركين معهم هون حالا غير بعد نعود ما عندنا ني أن نعضل لهم بالحل اللي ينقضع عليهم البرنقا عمكانيات عاقبها كالعلومات اللي عبد نشي معدلين فيه فيه الأسواق اللي عبد يخلى لها بلدة فيه الخدمات مستشفيات نقاط الصحية مدارس قلت تخيل مدينة ما فيها مدارس ها هو الوضع في الصحرائي حالا ما فيها أي مدرسة عمومي عيب حتى ما ينقل مد تبني المدن بدون خدمات بدون المدرسة بدون الصيدلية بدون بيوت الكهرباء اللي لقد ندار في الصحر وهذا أصلا من التخطيط اللي موجود ولا من هش لا لا ده من المخططات دايما ما تشوه مخطط معدلو أي واحد مبتدئ ما دار فيه هذا يقير فيه ما فيها تشتغل على هذا ومن يتم قد دام ساعومي عليه شراع وللأسف هذا فيه الإدارة ما نبقي المواطن هو الضحية معاهم 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 الإدارة معاهم وحدين محتالين معاهم وحدين تسميهم كيف تبقي ذا كامل ما معنى أن أنت مساكتين عنه يتم ماشي دايما نسمع حاديث الناس ونطرح على نفس سؤال نس يدار دولة والله يختارو تم الوضع يلي قلت عود فم غالبية وياسر من الناس مستفادين من وضع الفوضوي يقر يجو وحدين مسؤولين يعود هما اللي يديروا التوازن عنهم يوقف ذاك الفوضاء اللي قلت عود مستفادين وحده ويديروا وضع يستفاد من هجميع ذاك هو اللي نحاول وحنا نعدل حال منطقة صحراوي هذي منطقة حديث النشأ حديث النشأ لان نحن لأسف كل ما كمشينا لقدام كل ما عدنا ياسر من لقدر من لقدر من لان تشوف هون في الدشرة القديمة المدارس في كل بلاي المستوصفات بيميات حتى نحن سقارف قناع لجردن دان فاها كانوا خالقين للدول راك راجعين لهم واركن متباركين نبنونهم لأنهم مدينة نوع لان ذاك اللي القايم هو كان هو اساس المدينة الحديث عدنا في شئين جاء ما خلق عبارات ما نبقي نقولهم ماذا خلقت فوضاوته وعد ما تلينا قاع فبدينا عدنا في ديارته عدنا في الديار وكلنا مهم عنده لاحو شوهوته نعود دار فخمة وتحويش غير مرقب فيه ما محتاج نقوله في شوه هو الوضع الحالي نحن الوضع الحالي ما وراضي نختار ونحسن ذا اللي لهم فوته مكتوب انهم فوته يالله اشتهدوا فيه يكتب الموار سمشي لقدام لأن الدول تراكم ما ما فيه شخص قديم لي دوله غير فيه اشخاص كلهم يعدل قدر من العمل المضبوط يبنيه وقل اخر هه هو طريقة تمشي به الدول دول ما تبنى بالمزايدة ولا بالمقارنات ولا بشي دول يبنوها هلها وكل دول يقول عندهم تصور هم الدولت وماشي معا يدير الدول على طريقت هم مهلا القالب المناسب اللي مجتمعهم هم المناخ من ناحية التبوغرافية من ناحية سلوك نحنا اليوم من ناحية يقير نقدر نعدله قول بوعلي نحنا نعود بشكل وحادية ذا هو ذا هو اللي صال والقانون ما يوقف قاعد قدام ويكون حد ما هو ما هو مواطن لان الصالح العام هو اللي ملوذ ما هو الصالح الخاصر وآخر الدولة ما تشتقال يكون عن الصالح العام والتحدي كبير ما تراو عن التحدي الأكبر هو الأدوات اللي تعدل بها العملية كاملة آآ مبركانكم فكرتوا فانيك الأدوات تعود تعود صالح لللي تطبحون انتم والبرنامجكم آآ لا تفهم سؤالك جيد هي تول كامل لا هي لا فهم توفيق من الملانة إن شاء الله وهم إن شاء الله دعم بخانة رئيس الجمهورية لأنه أي فكرة صالحة خليها تمشي لقدام ويقضلها الرعاية اللازمة هذا هو اللي مهم لأن أنا موظف ودخلت لدارة من شبابي موظف معرف لدارة مراحل منها مضبطة دركتهم وهكامل المهم اللور أني يقعد تاكل على إنك ووراك وعندك تفوض صالح ما عندك مشكلة الأخر لأنه يقعد لأنه يقعد درجاج اللي معاهم يلمس هما فيهن جدي لا يقدر لهم يطر لهم شي يتحول يعد جدي مهمته إنه ذاك وماللي ما فهم شي ما مكتوب على نحن ها ولي في الوزارة تم ولا احنا ولي ثاني من الأطر في الناس جيدين قدوا نستعانوا بهم عند الضرورة ما فهم بعد شي والله أنا اليأس ما أنا عبوته ماذا لا لا يبشيته بالقدام لا ما نجاب العبارات نقول لا قير ما ما فهم شي ما فهم شي خلي اليأس يخلي ذاكامل لا بدا يتقدمه عادي ماللي ذاكامل ما فيه شي كبار من قد أثقال اللي فيه عقلية المواطن عنه أي واحد جاك رواية مدعيها لين ما يتمشي في صالح ويقول عنك هو مدرق معنا كلمة العدل ما عنك تعدل الناس للي يبقوا تعدل لهم للي صالح لأ أقول لي قال لن حد ما وضع بحد ستو ما رواية بسيط طيب معي الوزير مشكل آخر قائمة الآن نختلف نسمع عنكم الليلة شن شناوية الوزارة عدال فيوية هاي لحياء العشوائية اللي ظهرت واللي فيها يأثر من الناس مش متخمين ظهرت حديثا ولا كانت لا لا سنين هي موجودة لا لا ما هي حدي هي طبعا الترحيل هي ظهرت في الترحيل خارقين ساحات كبار كانوا مخلين فضاءات في الترحيل جاءت الناس وقذرتهم وفيهم آلاف من البشر شفت كامل كنت نقول لك قبل قبل رجعت اللورة في بدايات المدينة طبعا ما هو ما هو كله جاء من الخطأ البشر خطأ والله شملة اختلالات نتجت عن عوامل خارجية كيف تلجفاه وذلك يلي يدات الموجة تنزوح كبيرة لمدينة وعكسفول ودوب لسكان ها عدة مرات وفلقوا فيها العشوائيات ياسر من العوائل ما جبروا روصهم ما عندهم شي عدو جل مدينة كان هم يجبروا حراف والله روايا يعيشوا بها في الماضي الماضي القريب كيف تعرفوا خلقة هذه اللي ينقل يعادة هيكلة الاحياء العشوائية اللي خلق منها الترحيل وهذا الشي يا غير للأسف خلق فيها ياسر من الفوضى قد نقولها يعني بكل ثيقة أنا خلق فيها ياسر ياسر من الفوضى وحنا عندنا فيها إرث ثقيل هو اللي آخر ومتباركين معه وأنا نتكلم عنها بمرارة لأنها كانت تعود نتيجتها أحسن غير الأسف خلق فيها ياسر من دختي للألات وحنا متباركين نعالج وغير بقايا بدأت دعنا من 2010 اللي هي تقريبا زايد قريب 11 سنة إجبارت الملف قدامي ومو ملف يخلع حد قالوا ما هو متين ونعطاولي تعليمات عنه يلا نوفي ها الملف بدأت في التنفيض كان موقف قام ياسر من العياط أخذوا فيديوهات في فيسبوك كل شي في ذيك العملية كاملة دعوا 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 قسمت 150 ألف قطع عرضية طبعا هنا يحد يعدل الحسابات دعوا يعرف أنه يفهم كل اختلالات اللي قلت تام القضية ما هي قضية تبدأ رواية هو يخرط للنتيجة ما هو بسمحي لعدلتها ما هو كيف كليبكت الجساس وعقب لك اللي يخلق شنه النتيجة لا هو نحس تعدي النتيجة حتى ذاك كسلو كانوا مفخار وها يقرر نفس الشي هاي العمل 150 ألف قطع فطع عملا جاينا احنا قام الأيات وحتى واخرنا فيديوهات من 2014 جرار وقراد دك دك دار وقال كنا موجودين ونعرفوا اللي قابت خلقها فيسبوك أنا فيسبوك ودخلتوا من 2008 من أوائل الموريتاني ما مثلا ملابط الأمور ننشوف فيديو قديمة على هنو مردود دار كياك الشوش اللي نحن دخلنا فيها طبعا الوزير ما تشوف أن أحيانا وسائل التباصل الاجتماعي أن تعود معامل مساعد لكم هاي أنا بعد نقبر من هالألجان بالنجاب بالأخر ما مهم أبد يا فتحنا واخو فيديوهات ووحدين مازالوا يستدلوا يقول لك واحد درك الوطني رافدين المرأة وكذا وشي ما لو صح يمشوا يلوذ اللي يسولوها دار ترطيها مرأة مناسب اللي يشعروا لها مش عدلت لها موريتاني عدل لها بلد مشو سوولو معنين يقولوا عبد غير يمشوا وحدين يلوذ ولها يسولو عن النتيجة شك تخنا فيها قام ياسر من الحس والأيات كل حد يقول انه مظلوم طبعا طبيعة القطرة الناس كامل يقول لهم نظل المشاهدين بعد يسوروا ومعايير وزير سمحولي يعدل لها جاية هاي عندهم معايير ومعروف فيها مثلا المسافة هنين بدقاس من التراب اي هم كان اكثر فيها ساعة تسجيلهم في القذرة وفين حد يعود عنده كان اصلا مسجل في القذرة وفيها زوجية يعني يعود واحد وزوج ثم يستفاد ولا اثنين هكذا ياسر من الأمور وللأسف الناس المعنية ما هم مدركين لها ده هو اللي كثر اللغط لانك انت اللي معني بالقضية ما ترى قاعد معايير شي اللي تعرف انك انت هون في زي التراب انك دار هوتو يجوني حالات واحد يقول لي هذا كان نيمرو انا هون وحدا فلان هذي والله فلان جاء هلا يجي ودخلوا ودخلوا واحد دخلوه بيناتنا نقول لهم طي نظر نقول مفتشين اللي معاي طلعوا المعلومات يجبوا لي الهي كامل انا ماني من الاشخاص اللي تجيب لي قضية ونحكم لك فيها مباشرة ابدأ ينطلع ما لي يقول لك تظالم انت ماذا ابدأ ينطلع وحدا ما يقبل بلي دار يقبل يانا على هرة وانا ما ينقبل خرص واحدة منهم حالة اليوم منين خرص دهو هما كانوا هما الاثنين هم جاءوا اللاجي ودخلوا نيمر وبيناتهم غير المحاصيل لشين هم عادوا هل تن يمر وان كلهم مساحتهم 150 متر مربع وده هو المعيار لان هما تراب مائل هما تراب للدودة ونحنا تراب ماتات خالقة هاي اختيار نقول هون في نواك مواطنين شاك انها مدينة موعدة ما لنهاية لك ما وصل تراب لك عادت قليلا قليلا خصوصا المواطنين عندنا مشاكل جبر بلاصة نديرو فيها واحدة من المواطنين معنا اي فرصة جبر ولا كذا مالنا قابلين وانا تقبلون تراب ما يلكم ثم جبرت القطعة هو جبر قطعة ثاني جبر قطعة ومواطن جاي من بلده مرحل يسوي ما رأينا البلاصة غيرهم يعتبروا عنهم هاي التراب اصلا كانوا حامين وانا كانت عندهم لا ما كانوا حامين بالعكس ما كانوا لاجئين فيها والله مهم ها هو التعبير صحيح التعبير لكن اعتبروا ان هلهم الى الاجات مشكلة هلهم باللي هون احنا مدينة عصرية ما في ملكية عرفية اسكنت 200 سنة ما عندك وذيقة ملكية ما يلا هذا هو المعيار قادوا وانا ما هو ما قد مفاهم قل لي واحد جاي مني ودق وداري اقول اخي انا داري انا ما يقدر حد يجي دق دق ما انا لانها داري وبانيها بطريقة صالحة وعندي ووهدار ملكية انت ما يدار ك انت عندك التنفيذ لانتدق خالق معايير تمنع الدق لانتعود فيك معايير معايير معين لانتعود لا اكواخ وعلا شي وباني كوزين وعندك مباررة لدق دق قاد المهم في هاي العملية اللي ما فيه مواطن ليمشي ما عنده قطاع عظيم اللذي اللي كان موجود فيها والله يتنعط له واحد اخر هذا هو المهم لانتعود عندك عملية كبيرة فيها الالاف كيف قلت في البداية فهم نسبة خطأ نحن نحسبون النسبة الميئية الخطأ ما دامت النسبة الميئية الخطأ اسقر شي ممكن وانا يستطيع تشفي متأكد ندار تخريك فيها خطأ وهون يبقى المناسبة ذوك الناس كاملين اللي جبروا معاناته انا اسف في حالهم ونقول لك على انه صعب واقع يجوني شوابين يبكوا صعب صعب يا قير انت هو اللي تقرر يا الله تعود عصابك مفول لا تقدم لا تقدم لا يستملك الناس واطم لانه ما الناس يمثلوا عليك ما الناس يقدم فعلا وضعيتهم يؤسف لها وانا كيف لك انا اسف له يا قير دا كامل ما فيه نية عن يظلم النية لن نمشق ودوما ونقفل عننا للملف اياك نرجع لها القصرات اللي قتلت انهم قائمة لا بد نقفل عننا للملف اياك نوحلو فيهم يا قير مملي اللي نقدم نتعهد به على ان الطريقة اللي يعدلوا بها دار تعود اكثر اكثر تنظيم اكثر دقة واسرع من هذا اللي فهت خلق وجميع اللي خلق من الأخطاء في الماضي ندروا نستفاد منهم قريبا ما زالوا لنا حالات معدودة حالات معدودة حنا ندركنا من الأسف الحالات اللي كانت مستعصية اللي ما قاد حد يقدم عليها يغير عدلناها ضميرنا مرتاح لنا ما فمنية عندنا نظر والمحق يا قير مملي العمل لا بد يعدل مرات عود صعيب عود محزن عود كل شي يغال لا بد يعدل وكيف قلت لك آسف الحال لك الناس كاملي لان نعره ما ثم أي نية اين ده باندما عنا اللي يقولوا الناس لا قريب لا 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 ما في عندي أنا هاي معاي ما في أبدا ما الناس اللي معاي نعدل نستخدم أقصى شي عندي من طاقتي لانهم يعودوا قريب من التصور اللي عندي ونناقشوا الامور وهي شي والحالات كامل يناقشوا ونتابعوا هذي اخر حال نين عود الله غالب ما عنقد نعود لك شي لأنك مغلوب يا غير مغلوب هاي المشكلة هاي المشكلة طيب قوات الامن بشكل عام هاي ملي مسلم قوات الامن نين حد يواجه نين يخلقلو شي يلطو يتحمل مسؤوليته نين يجو يقولك تخلي المكاني الله تخلي نين تقاوم دارهم ويستخدموا القوم هذا سوطوماتي ما في جدا نين تقاوم السلطة العموية عقب نين يحكم بيدك والله شي يوقعوا عيط وبطوني وما مابل الناس يلل عقلاني يعرفون دولتهم وعنه ما في حد يبقى المتاعب ما نبقى المتاعب يا غير هذا واجب ولا بداننا نعدلو وذا هو المديورين لهم عنا نظل نتعبو نصهر نتخمو في الحلول وذلك نينجو نعدلو رواية كل حد يحاول يخلق في مشكلة هننضر نتعامل معه يا غير بعد ما ثمنية للحاق الضرر المواطني بالعكس نعدل ومصور لنا مصلحتهم مدركانكم فات بالور عندكم تصور ايه اكيد احنا جهزنا نص الحلول يا غير ما اننا متكلم عنه لانه اي شي تقوله اذا يشموا في هالموليتار ريحت في قسام الطرابة يجوك واحدين من النعب يجوك واحدين من النبير لا يجوك الطرق مفاعد ما عطينا ما عطينا ما عطينا ما عطينا مقبول طيب يتبادر سؤال اخر هميته كبيرة فيما تعلق ب مدركانكم وضعت حد الانتشار هاي الجاثرات كان هارك ما تريد تزداد ولا ما زالت تزداد في انتظار الحلول اللي يجعل شوف انا حاضر في مقبيل اذا اللي نقول كامل اعتقد فيه ماني ماني من الناس يوزعوا الامان وهذه رواية لينقولها عنه صعيب عنه لين اجتهد لين عدلوا موظومة تسمح بالتقليل من ذا الامور لين ضبطوا الامور يقير لان طبيعة الشعب المويتاني موالي صعيبي نعرف انه صعيب يقير ما معنى ما معنى انه صعيب على انه ما نعدلوا شي كل ما كنا اكثر جدية اكثر عناد وشوفوا الخلل وننحا شوفوا نلودوا للحلول لاريقلل ذاك الظاهرة دارت من لاف تناقص ثم عديد الاجراءات في اخبار التراب نحن نتكلم فيها ظاهر انه مستكمال هالدار اللي يقلق على اقبال على التراب حتى اذا منعز التراب دار اللي يخف هون الطرق الحديثة تكنولوجيا تقتصر الوقت وتسهل الامور الطريقة اللي نحن نحل بها مشكلة القاضرات ما ظاهر انها قابل الاختراق الناس المستهدري لانا عارفو هولا يتخلط معاهم حتى هو اللي يعتمد عني ودار مالين يفوت الحق اللي يدار يعرف انه حقيقي عنه ما يروي مفتوحة كل حد يخش من هون يقول انا لا لأ ذاك ما فهم مجموعة من الأمور مبارك معاها حالة مان يمتكلم عنها فعلا ابدا اياك ما يجبر الناس فاغ راي يخل في مهنا يقير بعد دور العدم لما كسي لان نعود فروية ما يخش في الناس لأ شاء طيب شن هي مهم البرامج اللي يشتغل عليه القطاع الان وما اكثر التحديات اللي يجب عليه انه يكسرها والله هو هو بشكل عام احنا هون منركز اعلنوك غياسر يا غير هنا لان انتخرص الوضع في الداخل مقلق عندك مدن كبيرة عواصم الولايات كاملة ما فيها نظام عماري وليس سووش وليس من الناس ماشي نيبن وتو كل يبقي حال المركز عندنا برنامج طموح وقدنا وقعنا هذا كامل ويا الله نبدأ فيه قريبة هذا شوي عراقين ما هو بعض شي كبير التخطيط ست عواصم مدن احنا مهلا وفينا التحضير وكل شي خاص لدي انطلاق ست عواصم مدن عواصم ولايات بليتو وبعض المقاطعات وقدرون نبدأ فيها مقريب هذا اياك 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 نقدر كل أمور وتعود مملي مدننا في الداخل يبقي منظر هالحضاري معقوش عد فيه الشوارع فيه الطرق فيه هذا كام بعض المدن مدن لم يكن في شارع انه ينقضر لدام به اللي ما هي مخطط وفيها عاد وفيها الناس تقضر واحد تجبر عنده تراب ولا يبيع هذا هو عنده عوراق ملكية لانه قعد فيه بالعقلية احنا مزال راسخة اذهان لان احنا مجتمع كانت عندنا الملكية التقليدية في الاراضي قبيلة الهولانية قال الدولة الحادثة مات لعنده معنى لان قانون واضح تراب ملكية جماعية لشعب الموريتاني حدها مجزئ هل بتقول عنده ملكية فردي مفروغ من بدأ الناس تهفهم عقب ذا نشتقل في ها المدن عندنا مشروع طموح جدا ترقية وسط المدينة في المعقشوط في هدفين هدف الأول عن ترقية وسط المدينة الناس اللي تسافر معه في مدينة سانتر في اللاكيت المعقشوط اليوم ثاني شي لأن المباني العمومية التي تكبر موهر جديد ملي نقدر نوفره شيء من الموارد الكبيرة لتمشي لإيجار لإيجار الدولة نقدر نعدل به شنين تشوف حالا موارد متباركين مع عمارتين كلهم من عشر طوابق كلهم ليجوا فيهم ستة وزارات خرص افترضنا مثلا كل وزارة كانت إيجارها مثلا مليون مثلا لا مثال ما هو ما هو حقي معنا ستة ملايين في الشهر معناها 72 مليون في السن وهذا ليه نوفرها بهالعمارات سنتين بالتوالي ليبدأ أمو إشاء إمارات جديدة غير ثانية تعود الدولة ما تدفع فيها من لي البناء غير تستفاد منها تأجرها وبعد فترة ترجع ملكية هذه الدولة يمكن من يستفاد من تقنيات البناء عند الناس الأخرى بالإضافة هذا يبنو شرائك الوطنية هون اللي بعد البناء عاد ياسر فهم ياسر من الطرق الحديثة لاستهما عرض الشيح نحن من يستفاد وستفاد من هم الشعباء هذا من التحديات الكبار بالإضافة الشيحاني مملي ما يتعلق بالقطاع نحن يقار يتعلق بالعمران في شكل عامل وصرف الصحي وهذا من التحديات الكبيرة وصل مدينة نواكشوت لأن مدينة نواكشوت هون نقول الصرف الصحي الناس يفكروا في الأمطار هيروها هون لا تكلمت عن هذه الساعة محد أني وزير المياه الصرف الصحي ما عين على الأمطار في الأمطار حد عقلياني ويفهم ويعرف التسيير نقول عندك مدينة كيت نواكشوت يجيها المطر مرة تقريبا كل سنتين نقول عندك المليارات بلحي بدار تتردد ياسر من تصرف فيها صرف الصحي لمياه الأمطار لأن مطر واحد كل سنتين لم يخصر عليها قلت تشبر وسائل ثانية تخلص مدن العالم في الخليج ويقع في النطاق صحراني لم يقبل صرف الصحي لأن المهم لدينا المياه العادي وينتج من الحمامات ويضر ويراكم المياه التحت ويأثر على المباني الملدي ويأثر على الصحة ويأثر على البيئة ويأثر واحدة من التحديات الكبيرة التي عمنا غير بعد إن شاء الله لدر المورتم لتحسن من جبار حول طبعا هذه المشاريع مكريفة جدا حد يعراه إمكانيات نحن وأولويات اللي عندنا الأولويات اللي أبدأ تندار في حسبها أنا عندي شمل فالله نرتب أولويات هها ضروري جدا عدل ذلك يقدي حاني يخليه وهكما ولا حد يقمر عيني يشوف واحد يعدل وشي يعدل هو لا لكن لا يعدل عندنا البرامج المهمة لتواكب دعم القطاعات الأخرى كي قطاع التعليم اللي مجي في خامسة رئيس الجمهورية الحكم قطاع التعليم عنده نقص في هل التلاف وحجرة مدرسية وهذا 2019 مجينا هون بغش هل التلاف طيب هاي الأرقام نقول هاي يعطوا الناس ينتبهوا كان عندنا هل التلاف وإحنا كانوا واقعنا وواقعنا وهذا وكل شي ها بعد هل التلاف ها بعد هل التلاف أنا كنا مني علاش لم أعد هل التلاف وعدلت هنا ركتم تباركين نشتغلوا في سنة قدمنا ألف تباركين ما ركنا نشتغلوا في الألف الثاني يا كاش يا كاش ننقص لهو وهذا من مشاكل التعليم اللي الناس يزيروا عليه اللغة هو واحدين يقول لك قالوا انهم لي يقلعوا التعليم التعليم الخاص من السنة الأولى طيب نبقوا نقلعوا التعليم من السنة الأولى لين من الأطفال اللي ينديرهم مني اللي بدأت توفر المدار غرفة هالتلاف غرفة مدرسية اللي كانت عندي نقد نقلعها وارك لسنة الافتلاح نقلع الأطفال ونموديهم التعليم التعليم العام ونمشيهم مشار الخاص ولو انه ذاك ما هو هدف لأنه هذا كامل مفيد تعليم الخاص التعليم مفيد مهم اللي التوازن هذا كامل قطع الصحة عندنا عشرات النقاط الصحية للمستوصفات عندنا كي قلت لك بيلا جاردان دانفان عدلوم عندنا هذا للصناعة التقليدي عندنا مستشفى الأمومة الطفولة نشتغل على جديد واحد جديد عندنا هونعشر مجلس جهوي اللي قاعد تبت نوارك في البلد بشكل متوازن متوازي عندنا مبنى البرلمان هاي كامل هاي كامل هاي كامل اللي تعطي اللي تعطي وكلها شعب هون اتنين تفت وياسر من الأمور مهلا مدارس كي احشرات المدارس في البلايد وعندنا الترميم المدارس اللي قديمة وياسر ياسر ياسر هذا اللقاء شكرا لكم على تسعاتي الصدر معالي السيد سيد أحمد المحمد وزير الاسكان والعمراني ورسي صلاحي الترميم شكرا لكم معايير وزير شكرا جزيزي كما أشكركم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة هذه تحياتي وتحيات المخرج المصطفى حويشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة